ببلدية عن الملح جنوب ولاية المسيلة الجميع يعرف جمعية أصدقاء المرضى الخيرية في مقر صغير جدا وبطموحات كبيرة لجمعية هدفها مساعدة المرضى خصوصا في التنقل إلى المستشفية الكبيرة في البلاد مجانا إذن جمعية تضاون أصدقاء المرضى تم تأسيسها ربع جنو في 2004 إعانات من طرف المجتمع فقط يعني الجمعية أحنا أسسناها في الوثائق ولكن أتركناها لمجتمع احتضنها فاحتضنها هم اللي رأيهم ينقل في الدفية ونطلب من الدولة يعني تتعاون هذه الجمعية هذه رأيهم يتعاون حتى في سبيطارات يعاونوا فيهم في 2016 وصلنا إلى 1841 انقلنا 1841 شخص ما بين مرافق ومارد السيد بلحوت أسس هذه الجمعية سنة 2004 بعد وفاة ابنه أحمد ياسين الذي هزمه السرطان في عمر الخمس سنوات عرف أثناءها والده طعم الألم والعذاب والمعاناة كانت لي يعني شخصيا معاناة مرضى اللي ربما اكتشوفها الصورة أحمد ياسين رحمه الله 2001 و2002 كانت لي معاناة معها في مستشفى مصطفى باشا في جزائر العاصمة هنا اكتشفت معاناة المرضى ويعني خلال مستشفى عين الملح كم نحن كمجتمع مكان نحن مقصرون في حق هؤلاء جمعية أصدقاء المرضى برغم ما تملكه من عتاد بسيط لمساعدة المرضى خصوصا المحتاجين منهم على التنقل إلى المستشفيات إلا أنها تطمح إلى وقوف الجميع معها ومساندتها لتوسيع نشاطها الخيرية